موسيقى هذه المحاضرة كان الإخوة في دار النشر دار الأصول العلمية الذين أصدروا هذا الكتاب يعني حبذوا أن نتكلم في التعريف بالكتاب أو بموضوعاته وأنا كنت يعني ذكرت بعض موضوعات هذا الكتاب في بعض الحلقات على يوتيوب أو على برامج تلفازية أخرى فقلت يعني إيه حتى لا نحرم الإخوة من الجديد فاستثمرنا أنه النهاردة يوم 6 أكتوبر طبعا 6 أكتوبر في التاريخ المصري معلن فارق إخوانا في سوريا يسمونها حرب تشرين وليس حرب أكتوبر الإشكال الذي وجدته في كثير من إخوانا وأصدقائنا أنه أغلب الناس لا يكاد يعرف قصة حرب أكتوبر أو قصة حرب تشرين يعني محدش عارف بالضبط هو إيه اللي حصل وبالتالي هل إحنا انتصرنا ولا لم ننتصر طيب إذا كنا انتصرنا فعلا فلماذا لا نجني الآن ثمرت هذا النصر وإذا كنا هزمنا فعلا طب فإحنا ليه ندرس هذه الحروب باعتبارها انتصارات فالتاريخ هو في واقع الأمر ذاكرة الإنسان يعني تخيل أنك تعيش في هذه الحياة بلا ذاكرة كيف نحن نحن كأشخاص كيف نتعامل مع الناس الذين فقدوا الذاكرة نتعامل معهم على أنهم أطفال صحيح يعني كائن ليست له ذاكرة فهو كائن طفل لم يتكون له عقل لم تتكون له خبرة الشيء الطبيعي انت لما بتروح يعني تطلب توظيف في أي شركة من الشركات بيكون معك ايه أول حاجة بتقدمها السيفي سيرة ذاتية ما هي السيرة الذاتية؟ هي تاريخك في هذا الباب التاريخ اللي بتثبت به إنك ينفع تشتغل هذه الشغلانة فبالتالي كون نحن يغيب عنا هذا التاريخ فهذا في واقع الأمر يجعلنا ضحايا التعليم المسموم يعني تتحول الأمة التي لا تعرف تاريخها إلى أن تكون أمة في مرحلة الطفولة فيلقن لها التاريخ الذي يراد لها أن تتلقنه تمام ومن هنا جاءت فكرة الكتاب في أروقة التاريخ طبعا هذا الكتاب هو مجموعة متنوعة من الأبحاث قدمتها في مؤتمرات أو في ندوات علمية أو يعني حتى كتبت هذه الأبحاث ضمن أعمال أوسع ثم يعني بدأ لي أن أجمعها على أساس أن الإنسان يرجو الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الكتاب الآن في ميزان حسناته بعد أن يموت فعادة الأعمال التي تتفرق نادرا ما تجمع ونادرا ما يستفد منها فكانت هذه المحاولة التي أمامكم لمحاولة أن يترك الإنسان شيئا من العلم النافع الذي يرجى أن يكون له رصيدا بعد موته ستجدون في هذا الكتاب مصداق الذي نقول طبعا هي كل الأبحاث ولله الفضل كانت في هموم الأمة المعاصرة يعني لم يكن فيها بحث يحلق في الآفاق التاريخية الأكاديمية المنفردة يعني مثلا البحث الأول في هذا الكتاب يعني البحث الأول في المجلد الأول هو عن الفتوحات الإسلامية وجدت كثيرا من الشبهات التي تثار وتطرح أنه والله يا جماعة زي ما الغرب بيحتلنا الآن علشان هو قوي فإحنا لما كنا أقوياء برضو احتلنا العالم وبالتالي فهو الدنيا ماشي بهذا الشكل من كان قويا أباح لنفسه احتلال الآخرين وحيث كان ذلك كذلك فلا يجوز لك أنك تدين أو تنعي الاحتلال الغربي لك لأن أنت لما كنت قوي حصل إيه احتلت الآخرين هذه الشبهة تبدو بسيطة وتبدو منطقية يعني للوهلة الأولى كده ربما تقنع وربما تقنع حتى بعض الشباب يعني قريبا قبل أن أدخل إلى هذه المحاضرة حدثني بعض الناس بأن هذه الشبهات تملكت من أبنائهم فهذا البحث الأول كان عن الفتوحات الإسلامية ولكن بأقلام المستشرقين والمؤرخين الغربيين بحيث نرى كيف نظر أولئك المؤرخون الذين أنصفوا لحركة الفتوحات الإسلامية هل هي بالفعل كانت حركة احتلال؟ هل هي بالفعل كانت حركة تدمير وتخريب؟ هل كان المسلمون مندفعين لإذلال الشعوب وقهرها أو امتصاص ثرواتها؟ بدون أن يتكلم المؤرخون المسلمون نحن لم نأتي إلا بأقوال المستشرقين والمؤرخين الغربيين وحدهم إحنا يا جماعة الخير لما تم احتلالنا يعني مثلا الإنجليز احتلوا مصر واحتلوا السودان واحتلوا العراق واحتلوا فلسطين واحتلوا الأردن صحيح؟ هل كان في هؤلاء هل كان في عواصم هذه البلاد عاصمة أرقى من لندن؟ في ظل الاحتلال الإنجليزي؟ طيب فرنسا احتلت تونس والمغرب والجزائر وسوريا هل كان في هذه العواصم عاصمة أرقى من باريس؟ ألم تكن سيرة هؤلاء المحتلين أنهم كانوا يأخذون ثرواتنا ومواردنا لكي تتضخم عواصمهم هم؟ هذه أحد الفوارق البسيطة بين الفتحات الإسلامية والاحتلال الغربي أنت إذا نظرت إلى العواصم المزدهرة في العالم الإسلامي أين تجدها؟ قرطبة، طليطلة، غرناطة، فاس صحيح؟ اذهب إلى الضفة الأخرى تجد أصفهان، الري، بخارة، سمرقند حتى دمشق وبغداد والقاهرة كلها عواصم خارج الجزيرة العربية التي خرج منها الإسلام يعني إذن حين تنظر نظر عابرة للأمة تجد أنها حملت الخيرة لهذه الأنحاء شرقا وغربا صحيح؟ العواصم المزدهرة كلها كانت خارج الجزيرة العربية إلى درجة وهذا قول يعني كثيرا ما أكرره لأنه مؤثر إلى درجة أنه جستاف لوبون مستشرق الفرنسي كان يتمنى أن لو وصلت جيوشه لفتح الإسلامي إلى باريس جستاف لوبون عنده وجهة نظر بتقول إيه؟ بتقول إن العرب لما دخلوا فرنسا شافوا إن جوها برد وهم جماعة ما بيستحملوش البرد فيعني إيه؟ ما حاولوش يحتلوها صحيح حصلت هزيمة محدودة في بلاط الشهداء اللي هي موقعة بواتي لكن بيقولوا إن هم فعلا كانوا نويين يفتحوها والجو عجبهم كانوا هيقدروا يفتحوها لكن هم لقوا الدنيا برد فإيه؟ فمحبوش يعني يفتحوها ثم يقول فماذا لو كان العرب قد فتحوا باريس؟ ماذا كان سيصيب فرنسا؟ ماذا كان سيصيب باريس المتبربره؟ إذا فتحتها الجيوش الإسلامية كان سيصيبها مثل ما أصاب قرطبة الزاهرة تحت راية النبي العربي وكانت ستنجو من المذابح الدينية التي لطخت وجه أوروبا في عصورها الوسطى لم نكن لنرى مذبحة مثل مذبحة سان بارتلمي لها المذبحة الشهيرة التي بين الكاثوليك والبروتستانت إذن هذا الرجل هو طبعا كان ملحدا يعني لم يكن مسلما هذا الرجل أدرك بمجرد النظر بأن الفتح الإسلامي حمل الخير لهذه البلاد ويا لي تباريس أصابها هذا الخير ولم تبقى في العصور الوسطى تمام فأنت حين تطالع مثل هذه الأمور كيف أن الفتح الإسلامي كان فتحا رحيما مثلا يعني يعني جاك ريسلر هذا أيضا مستشرق فرنسي كان يقول وأقبلت الشعوب المفتوحة على تعلم اللغة العربية وما ذلك إلا لأن اللغة العربية كانت لغة الفاتح ولم تكن لغة الغالب اللغة العربية كانت إيه؟ لغة الفاتح ولم تكن لغة الغالب يعني لم تفرض على الناس بالقهر والإجبار والتعليم القصري وإنما أقبل إليها الناس يحاولون تعلمها واستلهامها لأنهم أسلموا وآمنوا المؤرخ الكبير يعني أرنولد تويمبي أحد أشهر مؤرخي بريطانيا في القرن العشرين يقول له طبعا كتاب اسمه دراسة التاريخ في عشر مجلدات كتب مختصره في أربعة مجلدات وترجم هذا المختصر إلى اللغة العربية ترجم ترجمة مصرية وترجمة عراقية يبدو ما كانش فيه تنسيق يعني بين المترجمين لكن الخلاص التي نستشهد بها هنا نظرية أرنولد تويمبي في أنه إذا ثمت قوم احتلوا قوما آخرين فشرط استمرارهم في هذا الاحتلال أن يتمثلوا ثقافة الناس الذين احتلوهم يعني ما ينفعش محتل يظل محافظا على ثقافته هو الأولى إذا ظل محافظا على ثقافته الأولى فهذا مؤذن بأنه سيأتي عليه اليوم ويرحل ثم يقول والاستثناء الوحيد من قاعدتنا هذه هي الفتوح العربية الأولى فإن أهل هؤلاء الفتح نشروا لغتهم ودينهم وذابت فيه الأقوام المفتوحة كده قاعدته كسرت صح أو لا يقول غير أن هذه الحالة لا تنسخ نتائج بحثنا العامة يعني دي حالة استثنائية عبر التاريخ حين تقرأ مثل هذا الكلام وتقرأه لنصارى ويهود فإنك تمتلئ عزا وفخرا وشهد شاهد من أهلها والبحث الثاني مثلا في هذا كان على نفس هذا النمط كان إخواننا في هيئة علماء فلسطين بالخارج أردوا كتابة موسوعة عن تاريخ اليهود والعلاقة بين اليهود وبين المسلمين فكلفوني بكتابة بحث عن تاريخ اليهود في ظل العصر الإسلامي فأنا اخترت أن أكتب هذا البحث ولكن على لسان المؤرخين اليهود فقط فأنت ترى عبر لسان المؤرخين اليهود الذين لم يسلموا كيف نظروا إلى حياتهم حياة اليهود في ظل الدولة الإسلامية في ظل دولة النبي صلى الله عليه وسلم وفي ظل الخلافة الراشدة وفي ظل الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة العثمانية وفي ظل الخلافة ودول المغرب والأندلس تدهش تدهش ويصيبك الإبهار وهؤلاء أيضاً كتبوا هذا الكلام في أوقات ضعفنا يا إخوة يا جماعة الخير يعني نحن لم نكن في ذلك الوقت أقوياء بحيث ينافقونا مثلاً هم كتبوها في لحظات ضعفنا وهزيمتنا وإنما كانوا يحاولون أن يفهموا كيف استمر اليهود في العالم الإسلامي بينما عدد من السنوات أدت إلى إبادتهم في أوروبا وفي روسيا فأنت حين تقرأ هذا الكلام تمتلئ عزاً وفخراً بهذا الدين وبهذه الحضارة ويتمثل أمامك قول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس ويتمثل أمامك قول الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لأن اليهود والشعوب المفتوحة كما تقرؤون في هذه الكتب استقبلوا الجيوش الإسلامية استقبال الفاتحين ورحبوا بهذه الجيوش ترحيب المنقذين لأن كل هذه الأقليات كانت سواء في الدولة الرومانية البيزنطية أو في الدولة الفارسية مقهورة تحت قهر وكبت هذه الدول فلذلك أرجع إلى القول بأنه نحن أمة إذا فقدنا تاريخنا صرنا كالأطفال نلقن ما يحب عدونا أن يشكلنا وفق هواه علشان كده لما بنقول اليوم ستة أكتوبر ذكرى حرب أكتوبر وذكرى حرب تشرين الجيل الذي لا يعرف ما الذي جرى في حرب أكتوبر وما الذي جرى في حرب تشرين هل انتصرنا أم هزمنا جيل لا يستطيع أن يبني تصورا حول طريق النصر أو طريق الهزيمة يعني إذا كان النصر أوصلنا إلى ما نحن فيه من النكبات فربما كانت الهزيمة أفضل ليس كذلك حين تدرك المؤامرة الكبرى التي جرت على أمتنا الإسلامية وأنه كيف كانت انتصارات الجنود سواء على الجبهة السورية أو على الجبهة المصرية إنما تذبح بقرار سياسي مصري وسوري يعني نحن عندنا في مصر الذي دمر الجيش المصري في الحقيقة لم يكن الجيش الإسرائيلي وإنما دمره قرار السادات في يوم واحد فقدنا 250 دبابة من 400 دبابة بقرار السادات الجيش السوري تقدم تقدما على جبهة الجولان أعلى مما كان يتوقعه حافظ الأسد فصدرت الأوامر من دمشق بوقف التقدم فلما صدرت الأوامر بوقف التقدم وظل الجيش رابضا 24 ساعة استطاع الإسرائيليون استدعاء الاحتياطي وبدأت القوات الإسرائيلية ترتد على الجيش السوري حتى أزالته من كل مناطق التقدم بل وتقدمت حتى توقفت قبل دمشق بـ 35 كم ولولا تدخل القوات العراقية والقوات الأردنية والقوات الكويتية لكان بالإمكان للقوات الإسرائيلية أن تحتل دمشق هذا تاريخ لا ندرسه فعليا نحن الآن نستكشف تاريخنا في أغلب الأحوال المعاصرة من مذكرات الساسة الأجانب ومن وثائق الأرشيف الإنجليزي والأرشيف الفرنسي والأرشيف الأمريكي فأرجع إلى القول بأن مسألة فهم التاريخ وكيف جرت الأحداث هي مسألة صناعة الذاكرة صناعة الذاكرة ليست مجرد صناعة عقل ولا أفكار وإنما هي صناعة روح أيضا ولذلك كان الصحابة يتحدثون كان سيدنا سعد بن أبي وقاص يقول عنه ولده كان أبونا يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعلمنا السورة من القرآن ويقول هذه مفاخركم ومعاقل عزكم فلا تضيعوها الآن حين نرى أن بعض الناس المسلمين قد يتصور أن الفتوحات الإسلامية كانت احتلالا يجب أن نخشى ونرعب من مستقبل جيلنا الماضي جيلنا القادم رجل يرى أننا احتللنا العالم وبالتالي هو يبرر أن يجري احتلالنا فهذا صار موضع خطر طبعا لم يكن الكتاب كله على هذا النمط من الفخر والعز وإنما كان لابد أن نفرد فصولا للأحزان ولكن دعونا قبل أن ندخل في الأحزان أحدثكم عن قضية حاضرة وملتهبة في واقعنا المعاصر وهي قضية الاحتلال العثماني للديار العربية ما الذي يمكن أن يقنع الشعب العربي المسلم بأن العثمانيين أستاذنا الكبير تشرفنا الله يكرمك ما الذي يمكن أن يقنع الشعب العربي المسلم بأنه حين كان محكوما بالعثمانيين فإنما كان تحت احتلال إذا الشعوب العربية أصلا لم تفكر في مقاومة العثمانيين يعني أنت إذا نظرت في تاريخ الاحتلال الإنجليزي تجد دائما مقاومة من الشعوب العربية للإنجليز ومن قبلهم للفرنسيين هل يتذكر أو هل يمكن لأحد أن يقع على حركة مقاومة للعثمانيين لا يوجد طيب هنا حل من الاتنين إما أننا كنا شعوبا خانعة وخائنا وضعيفة وجبانة وحتى ما عندناش كرامة أو أن هذه الشعوب في ذلك الوقت لم تكن ترى في العثمانيين احتلالا في احتمال ثالث طيب يمكن أن ننظر نظرة أخرى هؤلاء العثمانيون حين كانوا يحكموننا هل كانوا يتصرفون في بلادنا تصرف المحتلين كالذي تصرفه فيما بعد الإنجليز والفرنسيون أم أنهم تصرفوا في بلادنا تصرف الحكام الذين يرعون رعيتهم هناك عدد من الأبحاث في هذا الكتاب عن هذه العلاقة بين العرب والعثمانيين وبين المصريين تحديدا وبين العثمانيين وكيف أنه لا يمكن لا يمكن أن يترسخ في ذهني أحد الناس الآن أن العثمانيين كانوا احتلالا إلا إن كان ممسوح التاريخ فاقدا للذاكرة المعلومة هذه المعلومة التي يحرص عليها الأجانب المحتلون الإنجليز والفرنسيين والأمريكان الآن لا يمكن أن ترى وتجد لنفسها موقعا في قلوبنا إلا إن كنا فاقدين للذاكرة غير عارفين بهذا التاريخ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر